رحمة للعالمين شيق جدا لأن القصص فيه سبحان الله جميلة سبحان الله معنا هي قديمة من التاريخ إلا أنه تمس حياتنا بصورة جدا رائعة يومنا وإنسانيتنا وحقيقتنا وأخلاقنا وطبيعتنا وتعلمنا حاجات مرة كثيرة سمعونا بس وخليكم دايما على السماء أهلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم إن شاء الله تعالى غزوة أحد يعني مثني تلاقوا إنه حطولنا فيها بس ما أبغى أنا أمر عليها فقط مرور الكرام أبغاكم تعيشوا تعيشوا اللحظات معنا يعني هتقولوا هذه كم حلقة أخذت غزوة أحد ما هي مشكلة عيشوا أتعرفوا على الدقائق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء الدقيقة بنعرف الأشياء الدقيقة حقا الممثلين وحقا اللاعبين وحقا المشاهير وفين راحوا وإش سووا وإش تزوجوا وإش عملوا هذا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفنا والله من جديها بنتي بيتابعوا كل شيء إيش جاب هدية وإيش جاب مده إيه وإيش ما نعرف إيه وإيش هتزوجه وإيش طلق وإيش هتنيّل هذه كل منه ريفها ناسم ينطيب إيش جاب هدية عشان نتمرت في البيت كيف العشان نقول شوف إيش جاب لها وأنت أو لها جب تلي فأنا أبغى ليش نبنى أخذها الأشياء الدقيقة أبغاكم تعرفوا سيرة حبيبكم تعيشوا معاها لحظة بلحظة فبالأمس كنا بنتكلم لما نرجع الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة وفكر أنه ترى يمكن الجيش مكة المشركين يندموا أنهم تركوا المسلمين من غير ما يقضوا عليهم فقرر أنه يقوم بحركة استباقية علشان ما يرجعوا ولا يفكروا مرة تانية أنهم يرجعوا وطبعا هذا اسمها هذه الغزوة لأنا حتكلم عنها الآن اسمها غزوة حمراء الأسد طبعا ما ظنكم سمعتوا عنها أو سمعتوا عنها لكن بنشوف تفاصيلها فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وقال لهم اللي شهد معايا القتال هو اللي يخرج معايا بس أي أحد ما شهد القتال معايا فاهمين قصدهم مين قصدهم اللي هو قصد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن عبي سلول والتلتمية اللي معاه اللي رجعوا لأنه عارف إنهم حيخذلوه فقال بس اللي جاء معايا القتال هو اللي يخرج فكلهم قاموا الصحابة اللي فيه له جراح والليه تعبان واستمعوا إلى أمر رسول صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله ما حضر معاهم القتال فقال له إيه ليه لأنه أبوه قال له أنا حضر القتال وإنت أقعد مع أخواتك البنات وأبوه قتل في المعركة فقام استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له لكن الباقين كلهم اللي خرجوا معا بس اللي شهدوا القتال مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وصل لمنطقة اسمها حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة 8 أميال يعني أحسبه كم كيلو كده خارج المدينة في ديك المنطقة جاء واحد اسمه معبد ابن معبد الخزاعي فاكرين اللي هو قصة أمه معبد لما تكلمنا عنها العام فللناس جميعا فهذا معبد ابن أبي معبد الخزاعي هذا كان من يعني يعني يقال أنه أسلم ويقال أنه كان على شركه لكن كان ناصح لرسول صلى الله عليه وسلم عشان كان بين خزاع وبني هاشم كان بينهم حلف فقال له يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ترى والله يعني احنا زعنا يشي اللي سر لك ولوددنا أن الله عافاك فقام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الحق بأبي سفيان واخذله عننا انت واحد تقدر تروح طالما ما هو معروف انك يا انت أسلمت يا انت ناصح روح واخذله عننا وفعلا اللي كان خايف منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اللي حصل لأن المشركين لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميل من المدينة ساروا يلوموا بعضهم يقولوا ايش بنا احنا ليش تركناهم ما سوينا شي بس أصبتم شوكتهم وحدهم وتركتموهم وبيقي فيهم روس يجمعوه لكم يلا خلينا نرجع حتى نستقصلهم كلهم هذا الرأي كان في البداية كده سطحي اللي ما كان يقدر قوة الفريقين فيه زعيمهم صفوان بن أمية قال لهم يا قوم لا تعملوا كده ترى أنا أخاف لو رجع هو المدينة حيجمع عليكم اللي تخلف منهم وحيستأصلوكم فبدل النصر اللي انتصرتوا هذا دحينا حتصير هزيمة عليكم حتنهزم كانتكم وسط العرب أقبلوا بنص النصر هذا ولا ترجعوا مرة تانية تروحوا تنهزموا شر هزيمة فهم بينما لكن رأيوا رفضوه وقرروا انهم يرجعوا مرة تانية على المدينة واستأصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان أبو سفيان هو اللي بيقود رأي الأغلبية انهم يرجعوا على المسلمين دوبا بتكلموا على كده وقرروا انهم يرجعوا ووصل لهم معبد بن أبي معبد الخزاعي طبعا أبو سفيان ما كان يعرف بإسلامه طيب فقلوا ما ورائك يا معبد فقال معبد طبعا هنا الآن أشوف كيف الحرب الإعلامية حرب لأصاب طيب هذا أشوف كيف دورها فقلوا محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمعوا معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط الآن خوفهم ترى خرجوا كلهم يعني بدهم يقطعوكم قطع فقل له أبو سفيان ويحك ماذا تقول فقل له والله ما أرى لو يا دوب ترى تبا تمشي حتلاقي الجيش وصل وراء وراء للتلة هادي ترى أنتبه حيطلع فأبو سفيان قال والله إحنا أجمعنا عليهم الكر عشان نستأصلهم قل له معبد لا تفعل ترى أنا ناصح لك اسمع كلامي هنا أنهارة العزائم هي قدم كانت على حرك طيب وأخذ الفزع والرعب فيهم فقرروا إنهم قالوا نأثر العافية ونأثر السلامة وننسحب طبعا قالوا ما ننسحب بس كده أي كلام لازم نسوي حرب برضو أعصاب مرة ثانية يعني لازم تصير الحرب الدعائية دي فممكن نخلي هذا الجيش ودحم فكره أنه فيه جيش جي وكبير ما هو دار أنه الجيش جي منهك وتعبان فقال أنا عشان ألازم أعمل الحرب الدعائية وأخلي الجيش هذا اللي جاي يكف عن ما يكمل مطارداتي لأنه لو وصل لمطارداتي ولحقني ولحق جيش المشركين حيكتلوهم فكأمر بيهم ركب من عبدالقيس راحين المدينة فقال لهم تبلغوا عني محمد رسالة قالوا له طيب قال لهم شوفوا لو بلغتوا عني هذه الرسالة لما حجوني مكة أنا حملي لكم الراحلة هذه حقتكم زبيب من سوق عقاز من سوق عقاز لمنتجوا المكة قالوا له طيب فقال لهم قولوا لمحمد إن أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابهم طبعا أخذوا الرسالة ومروا بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كان بيلحقهم فكانوا بحمراء الأسد فقالوا لهم إيش اللي قال لهم قال لهم هو أبو السفيان فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الناس قد جمعوا لكم يعني الآن برضو مهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر والصحابة بشر وتعبانين من المعركة فزاد المسلمين يعني إيش زيادة أنهم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيش فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم طب الرسول صلى الله عليه وسلم رجع على طول من حمراء الأسد لا قعد فيها عشان يثبت مكانته أمام الأعراب اللي حوالينه لأنه الهزيمة اللي حصلت بالمسلمين هزت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وهزت سمعة المسلمين أمام الأعراب اللي قاعدين يتربصوا بالمدينة فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم الأحد والاثنين والتلوت والربوع وبعد كده رجع للمدينة يعني أربع أيام أخذ إيش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأسرة اللي معاهم وأخداهم من المشركين أبو عزة الجمحي أبو عزة الجمحي فاكرين إحنا قلنا في غزوة بدر أنه رسول صلى الله عليه وسلم منع عليه بإيش بإطلاق سراحه وقلنا في بداية غزوة أحد أنه أبو عزة الجمحي هذا الشاعر وهو كان من ضمن الناس اللي هيجوا الناس وجمع الجموع على رسول صلى الله عليه وسلم فبقى الرسول صلى الله عليه وسلم فبدوا إيش يقتلوا فقام قل له يا محمد أقلني ومن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا أن لا أعود لمثل ما فعلت طيب من علي وأنا أعطيك العهد أنه ما عش ما أعود فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أنا أعطيتك في المرة الأولانية وهذا لا تجي تبعد قدام الناس والله ضحكت على محمد لأ وأمر به وقتل وفضع عاصم بن ثابت ضرب عنقه طبعا وحكم بالإعدام رسول صلى الله عليه وسلم على جاسوسين من جواسيس مكة معاوي بن المغيرة اللي هو جد عبد الملك بن مروان فطبعا كان يعني حاولوا أنهم بدأوا يدخلوا المدينة علشان يعرفوا إيش المسلمين يسووا فطبعا هدولا قاعدين بتجسسوا داخل المدينة فقبض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلهم هذه كانت غزوة أحد بما فيها من أحداث وكانت سبحان الله العظيم إيش الأشياء اللي صارت يعني كتعليق بس بسيط أنه يعني شوفوا الكلمة يعني لا يلضغ المؤمن من جحر المرتين من جحر المرتين حاجة لو واحد فاتح باب الغرفة على الشخص مرتين يقول له لا يقول له ترى ما هي هذه اللدغة هذه مواقف بتحصل في يومنا الطبيعي المواقف هذه والأحاسيس هذه والأشياء كلها يبغلنا كثير نسيطر عليها ونبدأ نفكر فيها من أول وجديد ونبدأ نستخدم صمت أحلى أوقات لأنه لما نتكلم يمكن بنخبص الحلقات قريبا بإذن الله على قناة ألف ألف أف أم إذا أنت شخص نظامك آيو أس في جوالك أو أندرويد أدخل على متجر أبل إذا كان آيو أس وأدخل على المتجر الخاص بجوالك بالتطبيقات حتلاقي تطبيق ألف ألف أف أم حمل التطبيق تقدر تسمعنا أي وقت ومن أي مكان فاصل قصير خليكم مع السماء رحمة للعالمين مع نهى سعدي وفي ضيافتها الأم اعتدال إدريس رحمة للعالمين مع نهى سعدي وفي ضيافتها الأم اعتدال إدريس يلا مكملين معاكم وبرنامجكم رحمة للعالمين طبعا في القبل الفاصل تكلمنا كان عن آخر المواقف في غزوة أحد الآن نبغى نشوف إيش الأشياء الأحداث اللي صارت بعد غزوة أحد لأنه في أحداث كثيرة صارت غزوات صارت وهذا زي ما قلت لكم إحنا ما نعرف غزوة بدر وأحد والخندق هي دي اللي نعرفها لكن في بينها غزوات لازم نتعرف عليها طبعا يعني مأساة أحد كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين فزالت هيبتهم وزادت المتاعب الداخلية والخارجية وصارت الأخطار تحدق بالمدينة من كل جانب اليهود والمنافقين كشفوا عن وجههم وبدأوا يعني 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 بالعداء الواضح للرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا دوبها غلقت المعركة ليها شهرين انتهت بنوا أسد اتهيأوا قبيلة بنوا أسد اتهيأوا إنهم يغيروا على المدينة يعني يهجموا على المدينة وفي عندنا قبائل عدل وقار الآن حنشوف إيش الحكايات حقتهم أول شي طبعا بنوا أسد من بن خزيمة نقلت الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم إنه طلحا وسلم ابنين خويلد ساروا مع قبائل بني أسد يدعون بني أسد بني خزيمة عشان يهجموا على المدينة فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما حستنيكم أن توصلوا للمدينة أنا الأخبار وصلتني فأرسل سرية يعني فيها 150 مقاتل من المهاجرين والأنصار وأمر عليهم أبو سلمة وعقد له اللواء فأبو سلمة باغتهم في قبيلتهم قبل ما يقوموا بالغارة على المدينة وتشتتت أمورهم وأصابوا المسلمين أخذوا الإبل من عندهم والشياه واستاقوها للمدينة ورجعوا للمدينة سالمين غانمين ما لقوا حرب هذا كان الكلام في محرم سنة أربعة للهجرة فأساس أنه يؤدب القبائل في اليوم الخامس هذا كان يوم بدايتها في يوم الخامس من شهر محرم في نفس السنة برضو جات أخبار للرسول صلى الله عليه وسلم أنه خالد بن سفيان الهذلي بيحشد الجموع عشان يحارب المسلمين فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إليه عبد الله بن أنيس ليقضي عليه عبد الله بن أنيس فضل غايب عن المدينة 18 ليلة وبعد كده رجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقد قتل خالد وجاء برأسه فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطالوا عصى عصى كانت في يد الرسول وقال له هذه آية بيني وبينك يوم القيامة علامة طبعاً لما حضرت الوفاء عبد الله بن أنيس قال لهم حطولي هذه العصاية مع كفني في يوم القيامة أقابل رسول صلى الله عليه وسلم وأقول له هذه العلامة اللي بيني وبينك يا رسول الله في شهر صفر من نفس السنة هذه هنا حصلت برضو مأساة للمسلمين إيش هي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة قبيلتين قالوا إنه إحنا ترا فينا مسلمين ونبغى نسلم وقالوا يا رسول الله أرسل لنا اللي علمنا الدين ويقرئنا القرآن أرسل معاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة وقال لهم رئيسهم على الصحابة دولة مرثد ابن أبي مرثد أو عاصم ابن ثابت طيب فراحوا معاهم لما كانوا بمنطقة الرجيع هذا يعني ناحية بين رابغ و جدة المنطقة دي قاموا إيش سووا دولة المجموعة اللي هم عضل وقارة كانوا ينو الغدر بأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فاستصرخوا عليهم حيا من يقال لهم بنوا لحيان فصاروا هذا الحي تقريبا حوالي مية رامي صاروا يهاجموهم ويقتصوا آثارهم ألين لحقوهم وأحاطوا بهم فلجأوا إلى منطقة يقال لها فدفد بتشوفوها وانت راحين المدينة من جدة للمدينة بتشوفوا اللوحات موجودة فيها فالمنطقة دي كانوا الصحابة أتخبوا فيها وهدولة أحاطوهم بمئة رامي تخيلوا عشر فاروح حولينهم مية فقال لهم لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ما نكتل منكم رجل بس عنزليننا عاصم ابن ثابت أبى إنه ينزل وقاتلهم في أصحابه قتل قتل منهم هذا عاصم قتل سبعة من المية اللي حولينهم فبقي من فهدولة قتلوا كمانا منهم برضو سبعة فبقي من عاصم ابن ثابت وخبيب 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 بن عدي وزيد بن الدثن دولة التلاتة بيجيو فأعطوهم العهد والميثاق إنهم ما نسوي لكم شيء لكنهم طبعا انقتلوا حتى عاصم ابن ثابت قتل وكلهم بيجيو التلاتة خبيب وزيد ورجل آخر فقالوا لهم اللي أحاطوا بهم المشركين قالوا لهم أنزلوا لنا وإحنا ما نسوي لكم شيء لما نزلوا لهم غدروا بيهم بأوتار القصي بأوتار الأقواس حقتهم فالرجل الثالث قال هذا أول الغدر وأبى إنه يمشي معاهم فطبعا جرجروا وخصبوا نسحبهم ما قدر فقتلوا مين بيجي خبيب وزيد بن الدثن خبيب بن عدي وزيد بن الدثن أخدوهم دول المشركين اللي هم من بني لحيان أخدوا خبيب وزيد وراحوا باعوهم في مكة ليه لأنه هذا خبيب وزيد قتلوا ناس من رؤوس مكة ومن أشراف مكة فطبعا أشراف مكة حيكونوا متحرقين وعوجان الثار لحد عندنا فهدول حيكسبوا فلوس فأخ أخدوهم وباعهم خبيب جلس عندهم مسجون سجنون وبعد كده قرروا إنهم يقتلوه طبعا لما بدهم يقتلوه قريش كفار مكة قرروا يقتلوا يقتلوا جوة الحرم لهم عارفين وهم مشركين عافين في الحرم ما يقتل أحد قرروا إنهم يخرجوا بي إلى التنعيم لقدسية المكان لقدسية المكان نعم قرروا إنهم يخرجوا بي للتنعيم التنعيم في الحل فلما أجمعوا على صلبه بدهم يصلبوه فقال لهم دعوني أصلي ركعتين خلونا صلي ركعتين قال هلو طيب صلي ساري صلي ركعتين فطول فيها بعد ما قال لهم والله لو لا إنكم تقولوا إني أنا جزع إني أنا يعني من القتل لكان طولت في الصلاة فساري يدعي عليهم قال اللهم محصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا لما اندعى هذه الدعوة أبو سفيان كان بيقول ومعاه ابن معاوية طيب لما انبيدعي الدعوة دي قام أبو سفيان رخ راس ابن معاوية عشان لا تصيبوا الدعوة هدي هم عارفين إنه هم ظالمين وعارفين إنه الدعوة حتجيهم بس طيب يعني شوف شيء غريب والله لما تتأمل وتشوف تقول إيش التناقض اللي عندكم فطبعا فأبو سفيان سأله قال له أيا سرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك يعني هل تنبسط لو إنه محمد مكانك وإنت في أهلك فقال له لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه مش هنا عندي وتصيبوا شوكا محتل هو مو عندكم هناك في مكانه قاعد تجيلوا شوكا لا والله ما 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 حخلي هذا الشيء طبعا في قصة لخبيب إنه قبل ما يكتلوه فطلب يعني كانوا مخلينه في السجن مع يعني في السجن فطلب من صاحبة الدار إنه تجيب له موس يعني ينظف نفسه حتى لو قتل يكون نظيف سبحان الله فجابت له الموس وكان في الدار هناك في طفل بيحبو فجاء الطفل يحبو وجاء جلس في حجر خبيب وكان الموس في يده فلما شافت المرأة الطفل في يد خبيب والموس في يده الموس له زي السكينة سكينة مش موس موس عادي عندنا شفها حتى الحلاقة زي السكينة فخافت فقل له انت خاف اني انا اكتله انا ما اسوي كده احنا معنا غدر وعطاها ابنها فاطمع طبعا لما صلب خبيب صلب حطوه على الخشب وصلب وكانوا في وكلوا بي من يحرس جثته فجاء عمرو ابن امي الضمري اللي هو واحد ارسل الرسول لانه هذا الخبر وصل لرسول صلى الله وسلم وقال اللهم بلغ يعني كانوا الصحابة بيقول اللهم بلغ نبيك عننا فبلغ ووصلوا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل من انه ياخد جثمان عشان يدفنوه طيب فحاول انه اخذ الخشبة بكبرى زي ما هي فجاء بدي يدفنوه فبلعته الارض وكان يسمى خبيب بليع الارض ما يعرف له ايش مكان يا سبحان الله ايو والله سبحان الله العظيم اما زيد ابن الدثنة فاخدوا صفوان ابن ومية وقتلوا بدل ابو ومية ابن خلف فطبعا يعني هذا عاصم يعني واحد فيهم يا زيد يا عاصم ربنا ارسل عليه زي الدبابير اللي تغطيه علشان ما حد يمسكوا يد من المشركين وجاء السيل بعد كده واحتمل الجثمان وما يعرفوا فين راح هذه قصتهم سبحان الله العظيم وبرضي يعني ممكن لو احنا نسينا شيء وحاد ارجعوا لقصصهم في صور من حياة الصحابة هذا كان من ضمن الغدر اللي حصل للمسلمين في نفس الشهر طيب وقع غدر اخر بالمسلمين ايضا وهذه سموها مأساة بارمعونة ايش ملخص هذه المأساة يعني شوفوا كيف كان اثر غزوة احد انه صار يغضروا بالمسلمين ايش يقولوا للرسول انه احنا نسلم وارسل معنا وياخدوهم ويقتلوهم مأساة بارمعونة ايش قصتها واحد اسمه ابو براء عامر ابن مالك كانوا ينادو بملاعب الاسنة كان فارس يعني سبحانه عظيم شجاعة جدا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للإسلام فما اسلم وما ابعد يعني ما رفض ولا وافق فقال له يا رسول الله لو بعثت اصحابك الى اهل نجد يدعونهم الى دينك لرجوت ان يجيبوهم يعني ارسل اصحابك ممكن انا ما اسلم بسهم ممكن يسلموا فقال اني اخاف عليهم فقال ابو براء انا جار لهم انا اللي ححمي لكم فارسل معا الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين رجل وفي رواية الصحيح انهم سبعين رجل وامر عليهم المنذر ابن عمر طيب كانوا من خيار المسلمين وساداتهم وقراءهم صاروا ايش يسووا هدول السبعين لانه المسافة بعيدة بين المدينة ونجد يعني ما هي قريبة المدينة ومكة فيه بس المدينة ونجد بعيدة في الصحراء هناك فكان الصحابة ايش يسووا يمشوا في النهار ويحتطبوا يعني ياخدوا الحطب معهم لا ما يستخبوا لا ما يستخبوا بحيث انه يحتطبوا يعني قطعوا الحطب لما نيوصلوا عند اي قبيلة يبيعوهم ويشتروا منهم عساس انهم لانه المسافة بعيدة ما في اكل حيكفيهم فكانوا يحتطبوا بالنهار يشتروا به الطعام لأهل الصفة ويتدارسوا القرآن ويصلوا في الليل لما نيجيهم الين وصلوا عند منطقة اسمها بئر معونا هذه المنطقة ارض بين بين بني عامر وحرة بني سليم جلسوا هناك بعد كده هنعرف ايش بعد كده بس بعد الفاصل بعد الفاصل خليكم معنا على السماع اشتركوا في القناة